اللي بنعتبره طبعا هو ابن الملك سينفرو وبيعتبر من أشهر ملوك الأسرة الرابعة لأن من أهم أعماله سنأولى شيد الهرم الأكبر الذي كان السبب في شهرته حيث يعد أحد عجائب الدنيا التي ما زالت خالدة حتى الآن فلو سألتك بما تفسر يعتبر الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا ليه؟ ده طبعا لأنه تميز ببراحته في الهندسة وضخامة حجمه وأنه شيد على مساحة 13 فدان وكان ارتفاعه 146 متر ولكن طبعا الارتفاع أو طول الهرم ده تأثر بعوامل الزمن والتعرية وأصبح ارتفاعه الآن حوالي 138 متر